اشتركوا في القناة حضرت هذا الكاس وضعت فيه نصف مغرف ينسون او حبت حلوة وزائد شمر نصف مغرف اللي هو البسباس هنا يا عندي اشنام تاني نصف مغرف نزل تعليم المبارد شللتم من هذه الأطريبة وصفيتم وعود ورجعتم في الكاس فرقت عليهم الماء الساخن خليتهم جانبا يتطلقوا بش يتفعلوا معا بعد في ريسيبيون حطيت كاس مهوش مملوء السكر نستغليزوش كيسان حليب كاس مهوش مملوء الماء دافي هذا الكاس يزين 120 غرام نستعليهم مغرف كبيرة ونصف اكل خميرة الخبز خليت الساوائل مع الخميرة مع السكر يتفعلوا من بعد فرقت عليهم هذه الزرارة بعد ما طلقوا لي المفعول تاحم زيت اليوم كاس ناقص 70 زيت مائدة زيت حبا بيض كاملة فاني الكسري دورانج باش ننسمو هاد الكاك الزيت تجير مغرف مازهر زيت معهم تقريبا مغرف صغيرة ملح ونبدأ نخلط في هاد المكوينة مع بعض الآن نبدأ نزيد الفارينة والطحين نزيد زيج كسان الزيت عليهم كيس خامل الحالويات ووزن 10 غرام وبدأ نخلق كل ما خلطنا مليح كل ما الوصفات جي جي ناجحة الزيت زيج كسان وحد آخرين فارينة راني في ربا كيسان فارينة مملؤ هذا الكاس الخامس الآن نستعمل يدي باش نشوف الملمس والقوام تعل العجين الزيت نشوف السادس والاخير ندخل لكثير من المليح العجين نغطي نغطي ونخليه يرتاح ويتخمر في نفس الوقت بعد بعد نرتاح هذا العجين دعم تيدي قليل من الزيت وحطيته على سطح العمل وعجنته عدة مرات وخليته يرتاح على مراحل عاد رجعت العجين في هذا الإناء وغطيته وخليته يتخمر للمرة الثانية الآن حطيته على سطح العمل نعجنه شوية كي تكون تولي هاد لجين رطبة ما تلسق في ليد أما للوصفرها ناجحة نتوره إلى كرات متساوي الحجم وحط على سطح العمل يرتاح بعد ناخد الحبة الأولى ودلها تقف في الوسط كما ندير السفن صينية حضرت هذه هندها بزيت ودرت عليها فارينة حطيت فيها هاد الكاك غطيت ارتاح بعد حضرت بيضة كاملة معها عطر الفانيلا ينزعل رائحة تعلبيض أو الزفرن تعلبيض وفي نفس الوقت يعطينا لون لون الذهبي للكاك ترت رتع لها الكاك نجل جلان حميت الفرن بدرجة الحرارة عالية ودخلت هاد الكاك نقصت عليه والاسفل ومبعد من الأعلى شعلت عليه وها هي النتيجة في آخر خرج محمر مجمر خفيف قطنك الملمس داع وشهي وطيب لها كالزرارة اللي درتهم كاك رائع حتى واحد ما يستغنى عليه خصوصا إذا قدمه مع شي أب هو ها هو قطني الملمس خفيف الأكل نفس العمل اللي درتها في الأول نعودها في الكاك السنة الثانية تحصلت على 12 نحبة بتاع كاك وبهذه الكمية أو المقدار المقادير اللي مديتهم لكم ونضلوه بالبيض ندريدرولي الصكر ندخلو الفرن ونخرجو على هات الشكل بعجينة واحدة نديرو زوج جوس هنا مايو عادي الـ 12 نحبة تاك عادي وصفتنا لنهار اليوم تاك الغرب الجزائري العريق التقليدي ما كانش اللي يستغنى عليه خصوصا مع شاي أو قهوة جربوه تاكلوه إن شاء الله بالصحة والهن شهية طيبة أتمنى للجميع وإلى اللقاء وإلى وصفة أخرى إن شاء الله